السلام عليكم كديري لبس عليكم تمنى تكونوا على خير وباخير صحة جيدة و احوال جيدة ان شاء الله معكم ناديا من ناديا ستيبو مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووظفة جديدة للوصفة ديال اليومه شفنج مغربي اللي تيبغيه الاغلبية ديال المغربه انقدم اليكم على طريقتي و بطريقة جد مبساطة بالنسبة للبنات المتيعرفوش كيف هزو ديال شفنجا و يديروها حلي كتتعوج ليهم من يديهم ان شاء الله غدي نشارك معكم على طريقة جد جد مبساطة يديرو كل شي بقو معايا باش تشوفوا الطريقة و المقادير اللي بسيطة كلنا كنعرفوها تعتشفينج ما فيها حتى شي حاجة بسيطة جدا جدا في الفيديو ان شاء الله بالنسبة للمقادير ادنا واحد الكيمياء ديال سطحين اللي ديال الدقيق على حساب كل واحد وش هل بغا يدير انا غدي نعبر ليكم خودوا انتوما اي كاس عندكم و اعبروا به انا عبروا سبل كاب غدي ندير ثلاثة ديال الكابس ديال الدقيق ديروا كاس العنباء ولا ديروا زلافة مهم انتوما وشنو عندكم في داركم و باش كاتعبروا مكين تشي مشكل هنا الدقيق الابيض كنغرب له مزيان غنديروا واحد الحفيرة وسط الدقيق كيمة العجينة العادية غدي نضيفو الخميرة ديالة الخبز عندي هنا يا جوج محلق صغر قياس محلقة كبيرة عامرة حدا ببارتي شوية الحال غدي نضيف سكر عندي شوية ماشي بززاف كي كتشوفو قياس نص محلقة صغيرة علاش حيتي لازل الي كترنا السكر الشفنش كيت تخطفلي هنا في المقلاة تيولي ضغياء محمر وما كيتلاحش دك مكيتنفخش دك نفخ اللي بغينا حنايا هنا قا بدا نضيف الماء دافي كي كتشوفو غير كندخل شوية ديك المال ديك بحلي كندوو بالخميرة صوفي وبدأ نعجن هنا الماء نسيت موريدكم شرع العبار اش درت انا عودت عجينة واحد اخرى وعبرت العبار باش نقول لكم مش حال دخل دقيق ديال الماء المهم هاد دقيق دخل قياس كجوج كيسا قل الربع ديال الماء دافي هاد شي لي كان يقدر يدخل لكم تجوج كيسا نيشان يقدر يدخل لكم كاسونس مهم انا جوج كيسا قل الربع ورا غادي تشوفو القوام باش نتوفو انتو ما كتخدمو دو ما كتوفو في الفيديو باش حيت توصلو داك القوام ديال العجينة غا تحبسو هنا هاد العجينة فهاد الول كان حاول نغين نعركها شوية كما كان قولو بالمغربية على هاد الشكل بالنسبة اللي بنات اللي ما كيقدرووش يدلكو ولا ما عندو مش لعجانة اعلان عرش عجنتو هنا قدامكم ما عجنتوش في عجانة باش عادي يكون ش يدعم علي وقور غادي يجينا شفن جزوين بلا عجانة هنا كما كتلكم بعد ما كان عركو شوية كان بدا في هاد طريقة هادي صاف اخيك بقا نهز العجينة بيدي بحلا كنجبتها تركيكم كاتعية وضغياش غادي يديرو من بعد ما تعركوها غا تغطي بها واحد 15 دقيقة كنتلقاو العجينة تدليكات وزيدو لها دلكوهاش شوية كل ما خلطوا العجينة كترتاحو حاودة له ديك كتلقا تساعدكم بزف وكتعتكم الطعم زيان هنا ما بعد ماشتت العجينة تدليكات كيكاتتشوفوا سهلة بزف حيث كتكون جارية غادي نضيف القياس ديال الملحة ونضيف عليه الماء سوف ندخل الماء في العجينة غيب شوية عليكم تاكيد داك الماء كامل في العجينة وانتو ما كتدلكو في نفس الوقت طارت العجينة مشات هذا وش في نجمع دناما نديرو صراحة ما بويش نعجن العجانة باش يبليكم طريقة ديال دليك وتبليكم طريقة مبسطة وسهلة لاحقش كيلي كيشوف كتعجنين في عجانة يقول انا الى عجنت بيدرع ما غاديش تصدقلي صافي هنا البنات كيكتشوف القوام ديال العجينة خصو جينا مرخوف مزيان باش كيجينا داك شفنج كي نقولو احنا هاد الحاجاجة تكيشفنج القصد ديالها وشفنج كيجي من فوقهم فشفش ومن هوي كامل وفي ذوك الخيوط ديال ديال خيوط من الداخل ديال العجينة كيجينا جمدقص شفنج ما يمكنش يجي مدقص صافي كانتقى على هاتشكل حتى كي بدوي تشكلو وحد البوايقات مهم راكم فهمتوني فقاعات ولا بوايقات كانعرفو راه العجينة صافي كيكتشوفوا لي حال كيكتشوفوا لحنا بمغربية كتترطق معاك العجينة كيتشكلو دوك الفقاعات كانعرفو راه العجينة ديالنا راهت ديال كاتم زيان أولت خط واحد كيكتشوفوا البنات العجينة سمحوا لي على هاتل غيو اللفت كانقول لبنات لبنات بزافت المتتبعين الرجال اللي كانحييهم وكانقولهم شكرا عن المتابعة ديالكم تيقولوا لي راه معاك الرجال هنا مشيغل البنات غير الزاني تعود علي البنات لبنات صافي هنا عيا عجينتنا كيكتشوفوا راه همدلو كم زيان غنكتفيوا بهد القدر ديال دليك إذا عندكم شي بواطة كتت محكمة زيان ما كتتتسد مزيان مزيان ما كيخرش منها النفس ما فيكم ميدلكو غاديدلكو شي شوية غي شوية وقديرها في ديالبواطة واحد 15 دقيقة غا تحلو اللي هتلقوها مدلوكة العجينة ديالكم ما تعودوا لاغي شي شوية مايمنع اعطيتكم بزاف ديال الطرق لي ما فيه ميدلك ولي فيه ميدلك ولي بغا لعجانة ولي بغا ليد يتوكل على الله صافي هنا غا نغطي العجينة بلاستيك ونخليها تخمر واحد الحاجة كيلي كيبغي يدير شفنج في صباح وش غاديدديرو في الليل غاديدتعجنوش شفنج ولكن قللو الخميرة لحقاش يدرتو عديدك الكونتيتات الخميرة هتلقاوا العجينة مبتاز من فوق البوتاجي ودخلات عندكم البيوت هتقللو الخميرة وغتخليه إبتليلة كاملة كما كيدروش فناجة لقدام هدي الطريقة ديالو متيبهتو العجينة ولكن تيقللو الخميرة ما تكتروهاش ولا بيت تدرو بحل طريقة أنا عجنتو صباح ودرتو لقوت ديف العشية هكا مش مشكل كدخليه تكي خمر تكي ضعف الحجم ديالو صافي وغلدي نبداو هنا في التشكيل هنا ضروري كنعاونو بالزيت مزيان حيط العجين بعد ناكي كتشوفو راها جاري راكت تلصق في ليدين إلا ما جاتش العجينة ديال شفنش كتلصق في ليدين وما غديش يجيش شفنش مهوي وخفيف وزوين صافي كنديرو هنا هيا كنحطو الزيت حدانا اندهنو سطح العمال وواحد البلاطو ولا اللي كان غدي ناخدو ديك العجينة وبدأ نشكلو واحد الكويورات ولا قريصات صغر لا تكبروش بزا في القريصات ديكم ديك شفنجا كل شفنجا يشفنجا ديرو مغي شوية هكا القياس اللي غدي خرج لكم نديكم القياس اللي غدي طابعكم في الهزة وشيكم حتى في المندر زوين صافي كنشكل هاد القريصات وكنحطوهم على جنب حتى كنسلي بعدها العجينة ديالي كام لما تش نشكل جوج ولا ثلاثة كلهم باش نبدأ في القلي هنا بعد مساليت حتى العجين هدايا غدي ندوز للمقالي عندي جوج مقالي واحدة عمرة بالزيت منها صافي تنشوية وحتى فيها غير كونتيتة صغيرة هنا بنتي كونتيتة شوية كبيرة غدي نحيد منها شوية ونقصو في الاخرى حيتي إلا كانت كتير الزيت في هاد المقلع ما تتلعلنش بدك الشفنج ما يجينش بدك ننظر علي بغينا هنا غدي ناخدو دوك الكويرات كندهن البوتاجين زيان كندير سبعي فوس العجين وبدأ نتقبل العجين ونشكل شفنجة فوق البوتاجي ماشي نهزها ونشكلها فوق المقلع ونخافها طحلية والتعوج ونهزها لشكل ملوية غيرها كنقلبها بيدي ونحطها تشوفوا طريقة جيد 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 سهلة وما كيتعوجلكم المقلع فوق المتوسط وكيجيكم سهل في الهزة وحتى ندره وكيجيوا كلهم مقدودين وكلهم مزوينين كنتم تشوفوا كان الزغب حل الملوية سهلة بثاف ولكن ديروا الزيت مزيان فديكم هنا كندير فاش كنحطوا في هاد الزيت الزيت القليلة فوق المتوسط ماشي متوسط فوق المتوسط لكيجي تنفخ لكيجي تنفخ بشوية وفي مصل الوقت لا تحمي فوق لا تحمي كثير لكيجي تنفخ شونو شوفوا البنات هنا من بعد ما تنفخ مزيان شفينج هاد كرده في المقلال اللي عمره بالزيت المقلال اللي عمره بزيت كندير عافية ليهي متوسطة مكنديرها شقليلة باش منطبيع الحالي تنفخ داك شفينج مزيان ويكمل طياب دياله كتشوفوا غيك نحطوا في ديك المقلال اللي عمره بزيت كيبدا كيتنفخ وكي طيب هنا كنقلبوه وينشف من الفوق كي نشف الشفينج من الفوق تيبقى داك 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 النفخ ولا داك الفقاعات تيبقى وهم هادوك محافظين على الشكل ديالهم إلا قلبنا الشفينج وهو ما زال ما طيبش من الفوق أشكيتر علي تيبطولينا دوك الفقاعات وما تيبقاش محافظ على داك الشكل زوين ديالو ديال الشفينج نتمنى لكون وضحت مزيان طريقة ديال الطياب وكل شي ما زال غادي ندوز معاكم باش نوريكم واحدين اخرين باش اللي ما استوهبش الفكرة استوهبه بعد ما كيتحمر لنا الشفينج من جوج جوايه هنا يلا تحمر كالي كيبغي الشفينج محمر مزيان كالي كيبغي يبقى داك اللون مذهب زوين مهم كل واحده اللي حسب شنو كيبغي صافي كنحيدوه من الزيت وكنحطوه في طبصيل هنا إلا كان زيت باردارة كيشرب الزيت بزاف وتيجينا خايب ما كيجي ماشي زوين وإلا كانت زيت في درجة الحرارة اللي بغينا احنا كيتنفخ وتيتقد وتيجي من الداخل ناشفو كيجي زوين اه مهم اتمنى لكم وضحت مزيان مزيان باش تفهموني شنو بتنقوله هنا غنعاودوا واحد جوج اخرين عندي لكم واحد نصيحة فاش تخلي ودوك الكورة تخليهم ارتاحوا شوية كلما ارتاحوا كلما كيجيكم شفين جيالكم من فوقهم هوي وعليش كندروه زيت قليلة فهد المقلة وبحلا كنطيبو ذك المخامر وكيجي زوينين كتكون هزويتها قليلة وكيعطينا دك يعطيو الخاطر والوقت اللي عجينة باش تنفخوا طيب على خاطرها كتشوفو هالطريقة جد مبساطة و سهلة ان شاء الله تجربوها ويجيكم سهلة ولكن غير جربوها يجربوها ما تخافوش سافي كيما وضحت في الاول كنخليوتا كيتنفخ مزيان شفنش احد كنحولوه المقلة الخرا البنات عندكم زيت تكون سخونة بزاف غادي تخطف لكم شفنش دياكم وما يتنفخش وما يجيش زوين بحال ده باش تشو زيت سخنات بزاف بزاف اش غادي ندير وغا نطفيو عليها البوطة ونخليوها ترجع درجات الحرارة ديالها اللي بغينا ما نخلي وش الزيت وياك تتحرقوا وتخسر لنا كل شي اردو البل في الطريقة ديال الطياب سافي كيكا تشوفو هنا درتهم في المقيلة اللي عامرة بالزيت نخليو معاو تاني حتي طيبو ويش دورتهم مزيان عاد نقلبوهم على الجهة الاخرى وحاو تاني نعتوهم الوقت باش يطيبو مزيان شوفو البنات كيكا تنفخ للشفنج وكيكي سراحة رائع غيجربوه متندموش ان شاء الله انا حطيتو غيف ستوري قالوا لي يا البنات ضروري غتشاركي شفنج وقلت عليش لا نشارك معاكم شفنج ذاكشي باش عجنت العجنة الخرى وعبرت الماء وعود شجلت الفيديو ما كنت شاولة صراحة نشجل الفيديو سافي هنا يا كما كتشوفو كنخليو تاخد راحتو في الطياب ونحيدو ونحطوه في طبصل حتى كنساليو الكمية اللي عدنا كاملة ديال العجنة كاملة ديال العجنة فاتشو باش نحن لكم صورة مكبارة باش تشوفوا كيفاش كان خدم حتى مقلة هنا حتى مقلة هنا وحتى التبصل من الوسط كان هز الشفنج لي طعب وتنفخ كان هزو نديرو في مقلة أخرى ومن بعد نحطوه في التبصل ومن تبعيت الحال دي محدايا دي محدة هي الشفنج اللي أنا نخدمه فيه غير علامة كي نشوف هداك تنفخ عاد كنبدأ كننشكل في الشفنجة ما تشكلوش في الشفنج وتخليوها كيفاش ديو تهزوها ما غادي تلقوها ما تهزوها كلو غادي تحليكم مني ديكم نتمنى تكونوا فهمتوني ما نشكلوش فينجة حتى نكونوا واقفين عليها غادي نهزوها المقلع عاد باش نشكلوها صافي هنا يا غير بغيت نعطيكم واحد صورة موضحة وكي تسهلت الخدمة كيفاش غادي تخدمو كين المقيلات كين العجينة كين التبصيل حتى كنسالي والقونتيتي كاملا اللي عدنا دي شفنج باش ندوزو نصوبوش بريداتي هو هداك بالنعناع وناكلوه مع شفنج دي أنا شحالة دي بنيو بينش فين الصراحة وتفحشتوش حالة دي ما مشيتش المغرب راكم عارفين الاجواء والحالة اللي رفع لنا هد البلاء وصافي را احنا قنطنا جو حشنا المغرب ونهار درساتي شفنج والله يلاحسيت بحلا لان كانت سارف احدا 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 في رص الدير بولا في زنقة احدانة وكان شام دي كريحة شفنج محدة شفنج لحدانة وبغيت نقدموها تحية كبير الشفنج هذا المغرب كامل زعمات بارك الله عليهم والله يلمي هنا ماشي سهلة وفالاخر نجيو نشريو شفنج بخمستاش دريال ولا درهم ولا ما عرفتش انا بيني وبينش فنج عشرة دريال هادي تقولي ليلا ولا بدرهم ولا بادي مهم انا را بيني وبينو شحالة عادي ما عرفتش حال دا بدير مهم را همي هنا ما سهلاش مساكن كي يقصو حدا المقلاء الوقت الطويل وشحال ديالتامارة باش يبيعوش فنجا بوالو تقريب نقاع نهائيا اللي يضي لهم باركة في صحتهم وفرزقهم وفي الجرية ديالهم واي واحد تيدربتامارة على خدمته وهذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى ما نكونش قويت عليكم لهدرا غيرا غير كان بغي نشرحه سافي نقطع واحد شفينجا بشتوفه كي يجي من الداخل اصلا تيبقى مقرمش وكي بقى مقرمش وكي يجي صراحة زوين وخفيف وكي يجي مهوي من الداخل نتمنى نكون نسهلت وبسط واحد شوية انا عارفة را بزفد ناس كيديرو تبارك الله شفنج زوين وبزفد ناس كيستقليو مشفنج جرائع غيرويت نشارك محاكم طريقة ديالي وبسطها شي شوية بنسبة المبتدئات بالخصوص لي ما تقدرش يهز ذاك العجينة جارية كي لي ما تقدرش على العجينة جارية نهائيا والمهم يلا عجبكم الفيديو ما تنساوش واحد لايك وتعليق تعليق تعليقاتكم تهموني جدا جدا وكتفرحني جدا جدا وخليت لكم مرحب فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم